موسيقى خذها قاعدة المبرمجون قبلياً أناس ضاعت أعمالهم مرة لفاتة قدمنا في هذا الموضوع وتحدثنا عن كيف أن التفاخر بالنسب أو بالأصل ما لا قيمة إنسانية هي وهم وخدعة اخترعت لأن القبيلة تبحث عن التميز وتجد بسطاء مغلوب على أمرهم مستسلمون تلعب عليهم يعني كيف بسطاء؟ بسطاء من ناحية الجماعة اللي هم ينتمون لنا نفس قبيلتنا ولا نفس عائلتنا ولا نفس مجموعتنا ونقنعهم بأن نحن عندنا تميز على غيرنا وبعدين نقنع الآخرين المساكين بعض البسطاء المشكلة إنهم اقتنعوا يعني ممكن يقتنعوا إيه والله أنا مو أصيل لك على أساس إنه وجاء من كوكب ثاني مثلا أوروبا لا تعتد بقبيلتك هي بالنسبة لها أنثروبولوجي اليابان لا تعتد فيها لو كل مشايخ القبائل مع كل الاحترام والتقدير لهم طبعا لو اجتمعوا على أن يؤثروا بقرار نائب كونغرس أمريكي أو إنجليزي أو ياباني أو فلبيني ما استطاعوا أنهم لا يلقون أي قيمة لهذه المسألة لا تعتد الحضارة بالقبلية ولأن الإسلام حضاري طبعا في بداياته وقبل أن يفسده الأمويين والعباسيين وخلفاء بني لم يعتد بالقبلية وقف نبي الإسلام أمام كل القبائل يقول لهم واقف أمام الناس وجامع كل قريش وجامع كل القبائل العربية يقول لهم أنها نتنه يعني يقول لهم أن هذه المسألة نتنه والتعبير بحد ذاته مزعج ويعني الناس يقول لك ليش تيب لنا المشاكل وكذا يعني ليش النبي الكريم يوقف أمام الناس طيب ما هي الإسلام قائم على هذه القبائل يعني ليش يقول لهم كذا وليش يوقف أمامهم ويسبب مشاكل مع هذه لا 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 هذا الموضوع جاد هو يعرف أنه ممكن ينسف في الإسلام كله ممكن ينسف كل القيم التي جاء بها في ذلك وقف وألقى هذا التعبير الصادم والمزعج وقال إنها نتنه ووقف أمام قريش وقال إن أول ربا هو ربا عمي العباس أضعه تحت قدمي ثم ذكر دم فلان وفلان يعني ممن يريدون أن يثأروا له وأضعه تحت قدمي فوضع هذا المعنى معنى القبلية تحت قدمه أمامهم جميعا كان ممكن يفتخر يقول لا أنا من بني هاشم وبني هاشم سادة في قريش وقال لا 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 قال أنا أول شيء أضع تحت قدمي ربا عمي العباس ودم ابن عمي فلان وكلنا نعرف قصة بلال الحبشي مع شيخ غفار هذا شيخ قبيلة أبو ذر الغفاري وهم اثنين هم صحابة أجلاء بس أبو ذر أخطأ خطأ وربما لأن هذا كان في بدايات الإسلام فنحن نلتمس له هذا الخطأ بس هو قال اذهب يا ابن السوداء بس هذا كله أو صراحة هو ابن سوداء هو شون مشكلة أنت لونك أسود ولا أبيض ولا أسمر ما يفرق شيء لا لا كان يقصد بها نوع من الإهانة فبلال حزت بنفسه ورح اشتكى إلى النبي النبي جاء فقال يا أبا ذر وخليكم يجمعها من تبهين هذا أبو ذر أمير قبيلة هذا شيخ قبيلة شيخ غفار هذا لما أسلم أسلمت كل غفار فجاء إليه وقال يا أبا ذر إنك مرئ فيك جاهلية تخيل هذا يقال لشيخ وأمير القبيلة إنك مرئ فيك جاهلية وعطى ظهره ومشه وانتصر لبلال هو في الحقيقة ما انتصر لبلال هو ينتصر لقيمة عظيمة وهذه القيمة أن الناس في الإسلام سواسية ما يفضلون حد على حد اليوم ما فيه كل التدين هو تدين فاسد يؤثر الناس على الناس ويفضل الناس على الآخرين وكلهم يؤمنون تقريبا بالأصول ما عليك مهما يقولون ما يزوجون بناتهم وما يزوجون أولادهم وكذا عندهم خمسين ألف عقدة هذا لم يكن موجود في ذاك الوقت والدليل على ذلك هذا الموقف وقف أبو ذر أمام هذا الموقف الجلل شيخ قبيلة وقدام الناس تصرخ بويها وتقول أنك أمرئ فيك جاهلية يعني الجاهل يعني أقل ما يقال اليوم كأنه واحد يقول حق شخص أنت يا جاهلي موقف كبير بصراحة فأبو ذر من كثرة الموقف أدرك القيمة لأنه إنسان فاضل وعرف أنه خطأ زلة فوقف أبو ذر ووضع ثم نزل راسه وحطه في الأرض وقال والله ما أرفع رأسي عن الأرض حتى يدوس عليها بلال لأن اللي أنا سويته حين انتبحت له وعلى فكرة يا عزيزي المستمع إن لم نقف مع العنصرية ومع القبلية ومع الهمجية ومع الطائفية بمثل هذه المواقف من القيادات إن لم نقف بمثل هذه المواقف ومن المفكرين ستتغلب علينا لكن هذا الموقف أظهر هذا النبي الرحيم هذا أرحم نبي مر على التاريخ ومع ذلك شوف الكلمة شكثر جامدة وش كثر قاسية وتقال لمن شخصية يعني المفروض يحترم مكانته لا لا هذه قيمة لا تنازل فيها لا تنازل فيها أبدا يهودي مسيحي شيعي سني فيها تنازل كيف هو حر بينما أما هذه القيمة لا تنازل فيها لأنها تفسد المجتمع أما قيمتك أنت في دينك في عقيدتك ما أنا علاقة أنت ما تفسد المجتمع أنت لو صرت بوذي المجتمع ما يفسد والإسلام ما يتمشكل لو صرت أنت دعيت إلى المسيحية ما يتمشكل هذا بس في مخوخ الناس اللي مش فاهم الدين اليوم فقط هم يعتقدون أن الدين ممكن في أي وقت يفنى بسبب أن فلان قال كلمة ولا علان قال رأي ولا كذا خايفين خايفين على الدين لأنهم يحمون أصنامه مثل الصنم تعرف فرجالي يحمي صنمه أنا شخصيا مو خايف أنا لا أعتقد أن إنسان يستطيع أن يمحو قيمة أو يستطيع مثلا أن يدثر الإسلام أو يشوه صورة أنا لا أعتقد بذلك أنا أعتقد بأن الله الذي أنزل الخير حافظ للخير إننا نحن نزلنا الذكر وإننا له لا حافظون بس خليك منتبه هذا الذكر مش ذكرهم هم دينهم مندثر لا هو محفوظ في السابق ولا هو محفوظ في المستقبل ممكن أي إنسان يأثر فيه أما الدين القويم ما يندثر فلذلك هذه قيمة وقيمة عالية يجب أن تؤصل فيها تأصيل يعني يجب أن الدول تشرع فيها قوانين وإلا ستتدمر هذه الدول سنصبح كلنا أفغانستان سنصبح كلنا ليبيا بهذا النموذج العصري ستتحول بلدانا لو لم تتعامل معاها بطريقة صحيحة وذلك كثير من أهل الحكم يعني أنا متأسف أقول هذا الكلام أنا لا أؤمن بالقوة في الحكم ما أؤمن أنا أؤمن فقط بالنظام الديمقراطي الحر الشعبي هذا الذي أنا أؤمن فيه بس أنا أقول لك متأسف أنه فعلا في بعض بلداننا يمكن في كل بلداننا هذا ما رح يعمل لأن أول من سيفسد النظام من الشعب نفسه يفسد النظام تطلع قوانين مثل ما حصل في الكويت في الكويت شرعت قوانين أنها لا تسمح بشيء اسمه الفرعية تعرف شنوه الفرعية لأن اللي أكثر مستمعين من خارج الكويت الفرعية هي القبيلة تلتقي وترشح مرشحينها تقول والله تعالوا يا أهل القبيلة كلكم أفلان هو هذا مرشح القبيلة وروح رشحه عادي بغض النظر زين شيء للبلد طبعا هو أكيد زين للقبيلة بس هو زين شيء للبلد ما نعرف فنقول إحنا هذا مرشحنا وكذا فالقبيلة الأكبر هي التي ستخرج ناس أكثر فيذلك يعني هذه طلعت قوانين تقول لا هذا خلاف الديمقراطية فحن شي سمونها تلاعب تلاعب على القانون يسمونها تشاورية يعني نحن نتشاور مع بعض وفلان هذا ما اختلفنا بس يعني جرم القانون الفرعيات فسموها تشاوريات تعال خنشوف عزيزي مستمع لو طبقنا هذا القانون في الوطن العربي من الذي سيفوز بالحكم لو قلنا خلينا حكم دموقراطي في الوطن العربي ثم حن جئنا بهذه الفلسفة القبلية من سيفوز ستفوز طبعا بالرئاسة من سيفوز أكبر قبيلة فستحكمنا جميعا القبيلة الأكبر وطيب من في هذه القبيلة أكبر فخذ القبيلة مقسمة إلى فخذ والفخذ مقسمة إلى عشائر والعشائر مقسمة إلى عوائل والعوائل مقسمة إلى فرات فمن سيقود هذه الأمة أو هذه الدولة أكبر قبيلة لأنهم عندهم العدد الأكثر فمئة بالمئة اللي اختاروا المرشح اللي هو القبيلة طيب من حيفوز من هذه القبيلة هو الفخذ الأكبر من سيفوز بهذا الفخذ الأكبر هي العشيرة الأكبر ففي الحقيقة هو يعني الأكثر التجمع الأكثر هو الذي سيفوز وسيغلب على إيش يعني هذه العشيرة ستقود كل الأمة لو كانت هذه الانتخابات بهذه الطريقة الذي سيفسد نظام الحكمة الديمقراطي هم الشعب الشعب لا يريد حكم الشعب للشعب بالشعب لا يريد ذلك هو يريد الاضطحاد هو يريد الاستمرار في هذه الطريقة في ذلك هو يمارس تشاوريات يمارس فرعيات يمارس ما عرف شيء يسميها لكن هي في النهاية هي ستقود إلى هذا الظلم الذي سيقع على الأمة كلها فمن عذر من عذر أن المرحلة الحالية تقتضي أن لا تكون ديمقراطية حرة بهذه الطريقة ومن ظلم القبلية أن الرجل يتزوج دنماركية لكن المرأة لا تتزوج ابن البلد لو رأى رجالها أنه ليس بأصيل غريب صح ولا لا يعني هذا من ظلم الظلم يعني هما وذلك هذا احتقار للمرأة لو كان الكلام صادق لقيل لا يتزوج لا المرأة ولا الرجل لكن الرجل يتزوج عاتي يتزوج إن شاء الله مما يريد لكن هذه البنت المسكينة ما تستطيع حتى تتزوج من رجل صالح جيد ممتاز ومن أهل بلدها القبلية في الحقيقة ضيعت الأعمال فصارت تبحث عن تميز طيب إحنا إذا ما أنجزنا شيء ولا عملنا شيء للبشرية ولا سوينا شيء للأمة طيب شنسوي خلاص إحنا متميزين إحنا أصيلين لا فضل لأحد على أحد إلا بفكره ووعيه وعمله فقط قبيلتك هي مجرد صلة رحم وتعاون على البري والتقوى لا تشارك في شر لا تشارك في تشاوريات أو فرعيات هذه عنصرية قبلية تنتقص من الحضارة لا تشارك في دفع عتق رقبة أنت تعين قاتل في قبيلتك على ظلم ساعد في الصدقات والزكوات ودعم مادي لدراسة لأرحامك عاون في الخير لا تشارك في هذا الظلم الذي يعود بالضرر فيه على كل المجتمع أو كل الأمة من أجل مصلحة بعض أفراد اشتركوا في القناة